اشتركوا في القناة المبادرة تلقت على مدار عملها ما يقرب من 100 ألف شكوى وتمت الاستجابة ل 97% من شكاوي صوتك مصموعة منذ انطلاقها وجاري العمل على حل باقي الشكاوى مشددا على الدور الحيوي للمبادرة كحلقة وصل بين المواطن والوزارة لسرعة التنصيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات وحسم شكاوى المواطنين يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي قرم جبر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولية في جلسة حوارية يحضرها كبار الكتاب وشباب الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء القنوات الفضائية وتدير دكتورة رانيا المشاط حوارا مفتوحا تجيب فيها عن كل الأسئلة والاستفسارات وتناقش الجلسة الحوارية مؤتمر مناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ ونتائج جهود التعاون متعدد الأطراف في حجد التمويلات التنموية والفعاليات المقرر تنظيمها خلال المؤتمر ونتائج جهود التعاون متعدد الأطراف في حجد التمويلات التنموية والفعاليات المقرر تنظيمها خلال المؤتمر أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا استمرار تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لكييف وأعلن سوليفان عن حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 400 مليون دولار تشمل دبابات من طراز T-72 وطائرات مصيرة ونظام صاروقي أرض جو من طراز هوك استضيف مانشستر سيتي نظيره فولهام في الخمسة مساء على ملعب الاتحادي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدور الإنجليزي الممتاز من أجل مواصلة الضغط على أرسنال صاحب استدارة وفي نفس التوقيت يستضيف ليتزي يونايتن نظيره فريق بورنموثا نوتنجهام فورست يواجه برينبورد وويلفر هومتن يقابل نظيره فريق برايتون